بنوتا عندها وده صحبتها صحبتها كانت مخطوبة لشاب فسخوا الخطوبة خطيب صحبتها السابق كان بيكلمها او مازال بيكلمها لحد دلوقتي طبعا بيكلمها كتير جدا ابتدى يبقى فينا احناها في التليفون هي ابتدت تتشدله وخايفة ان هي تحبه اعمل ايه يا ردوة انت مش محتاجة تبعاتي تبعي اعمل ايه تقطعي معا جل صحبتي خطيب صحبتي اللي بيحب صحبتي او اللي صحبتي كان بتحبه محرم علي ها لأول ولا اخر راجل في الدنيا ومش محتاجة سؤال تقطعي معا تاني مشكلة اللي بنوتا كانت مخطوبة لشاب كان بتحبه جدا 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 كان بيعملها واحش جدا 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 فسخوا الخطوبة فسخوا الخطوبة بعد شوية وقت تقدم لها شاب تاني الشاب تاني ده بيحبها ما يتفدى بديبها عمل لها كل اللي هي نفسها فيه تمت الخطوبة ودنيا ماشى زي فل ثم ظهر الاولاني انه لسه بيحبها وانه تغير وانه لو هي راح تتجوزة شاب تاني حقاوح وينتحر ويقطع شرايينه ويموت نفسه وحاجات غريبة كدا جدا وهي طبعا قلبها مايه الاولاني فردو اعمل ايه هل افضل معا لنا معاه ولا ارجع ليه الاولاني هو قال انه هو اتغير طيب نمرة واحد الراجل لو عايز اتغير فهو بيتغير نفسه ما بيتغير شخاطر واحدة ست نمرة اتنين لو بيتغير بيتغير اثناء العلاقة مش بعد ما حضرتك تسيبيه وتروحي تحبي واحد تاني او تتخذبي واحد تاني وتعديه فهو يرجع يندم يا حرام فيقول لك والنبي ارجعي نمرة ثلاثة اوعي اوعي تشتري الرخيص وتبيع الغالي اوعي تشتري الرخيص وتبيع الغالي اثناء العلاقة ها هي اللي بتبين الراجل ده غالي ولا مش غالي الراجل ده شاري ولا مش شاري الراجل ده مهتم ولا مش مهتم لكن بعد ما تسبيه وتعديه وتقفي على رجلك وتتخذ بالواحد غيره يرجع يقولك أنا ندمين عارف الحيطة وبعد ديها الباب ومع السلامة وتكملي مع اللي انتي بتكملي معاه وطبعا تعملي الاستخار